هي الآن نتحدث معلامي أتحدث لك واقعي نعم كل المختلفين من الطبقة السياسية السنية دعوا بالموضوع جرفة السخرة بما فيهم المتحدث طيب هاي مدينة عراقية ليش أهلها ما يرجعون وتجي لنا الأسباب مختلفة جزء منها يقول بيها مطلوبين أو جزء من أهلها مطلوبين جزء آخر يتحدث عن أن المنطقة ما مؤمنة لا تتمكن أي قوة عسكرية رسمية تابعة لوزارة الدفاع أو تابعة لوزارة الداخلي أو تابعة لأي جهة من الدخول إلى جرفة السخر هذا السر الغريب اللي موجود experts ما متمكننا حد الآن من فتح شفراته إلى الآن إلى الآن ما تمكننا من فتح شفراته ولا قوة رسمية ولا قوة رسمية على أي مستوى على أي رتبك قادرة إن تروح تاخذ صورة في جرفة السخر شنو الفيلم أمر غريب بصراحة عجيل تقول لي شنو مسؤوليتكم أمام الناس اتأكد انه احنا ما تركنا هذا الموضوع ابدا وصارت حوارات على كل المستويات ووصلنا الى قبل مظاهرات 2019 ووصلنا الى نقاط حل انه واحتم للامور اللي طرحت انه خلي تكون العودة جزئية نبتدأ بجزء جزء وهذا ما صار في كل المحافظات بالمنازلة ما رجعت كل المدينة مرة واحدة حتى في مناطق محافظة الانبار او في مناطق محافظة نينو يصير تدقيق امني المجموعة الاولى المدققة ترجع المجموعة الثانية المدققة كذا قلت لهم هذا المواطن اللي منجر في الصخر اللي نعتقده يعني حسب ما يعتقدوا البعض منهم انه هذا شكل تهديد للمحافظات الجنوبية طلت الفترات السابقة السنوات السابقة كانت المفخخة تجي منها كانت حسب المداولات المتحدث معا قلت لهم هذا المواطن اللي راح سكن بكربلة منه الجرف الصخر راح سكن بكربلة وراح سكن بالنيل بالحلة وراح سكن بالنجف وسكن في مدن وقرى بابل الأخرى داخل الجرف الصخر يصير خطر بكربلة يصير مخطر أو بالنجف يصير مخطر يعني مفروض اللي إذا هو خطر في أي مكان الأهمية النسبية لكربلة قد تفوق مدن أخرى إذا هم عندهم مشاكل تتعلق بالإرهاب كيف تخلوهم موجودين بكربلة كيف تخلوهم موجودين بالنجف كيف تخلوهم موجودين في مدن بابل الأخرى ويفترون براحتهم وموجودين ومتعايشين مع الناس خلنا نبتدع بدول المدقين